موسيقى نشط مفصلة للأخبار والبداية مع العنوين ارتفاع عدد ضحايا اعصار دانيال في ليبيا الى خمسة الاف ومئتي حالة وفاة واكثر من ثمانية الاف مفقود وحكومة دبيب تقيم عروض المساعدات الدولية لتحديد المطلوب وفي المغرب الداخلية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الى اكثر من الفين وتسعمائة واكثر من خمسة الاف وخمسمائة جميع فاليوم تخرجون من غزة لانها جحيم وغدا سنجعل لكم كل فلسطين جحيم في ذكرى اندحار الاحتلال عن غزة قائد القسام محمد الضيف يؤكد ان المقاومة هي الخيار الوحيد للانتصار والتحرير قاضي التحقيق في تونس يصدر مذكرات جلب دولية بحق 12 شخصا بينهم يوسف الشاهد رئيس الوزراء السابق ونادي عكاشا ولطف زيتون ونجل راشد الغنوشي كوبا تضع اللمسات الاخيرة للاستعدادات ما قبيل انطلاق قمة مجموعة الدول السبع والسبعين زائد الصين وصح حضور لافت في المشاركة على المستوى الرئاسي مكارثي يطلب البدء بتحقيقات في وجود اسباب موجبة لعزل بايدن ويتهمه بتغذية ثقافة الفساد اعلن مركز الاحصاء الرسمي في ليبيا ارتفاع عدد الوفيات إلى خمسة الاف ومئتين وعدد المفقودين إلى ثمانية الاف ومئتين وخمسين من جراء الاعصار دانيال الذي يضرب البلد وزير الصحة لبي في الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبدالجليل توقع ارتفاع عدد الوفيات من جراء الاعصار إلى عشرة الاف وقال ان عدد الجثامين في درنة وحدها تجاوز الفين فيما بلغ عدد المفقودين ستة الاف قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية ليبيا عبدالحميد الدبيب ان بلاده تقوم بتقييم عروض المساعدات الدولية لتحديد المطلوب وفقا لما تطديه الضرورة الدبيب اشار إلى ان هناك عروضا عديدة للمساعدة لكن بلاده لن تقبل الا المساعدات الضرورة الاتحاد الدولي لجمعيات صليب الاحمر والهلال الاحمر توقع ان تكون حاصيلة قتل الفيضانات في شرقي ليبيا كبيرة في ظل وجود عشرة الاف مفقود المسؤول في المنظمة طارق رمضان اشار إلى غياب اي ارقام نهائية لعدد الضحايا حتى الان واضح ان حاصيلة القتل ضخمة وقد تصل الى الالاف عدد القتل هائل من الممكن ان يكون العدد بالالاف ليس لدينا رقم محدد في الوقت الحالي وربما تكون لدينا في وقت لاحق اليوم او في وقت مبكر من صباح الغد بابعاد تقدير ارقام دقيقة نكون مستعدين لمشاطرتها لكن ما يمكننا تأكيده الان هو ان الاف الاشخاص فقدوا ارواحهم وفقد الاف الاشخاص منازلهم وتقطعت السبل مصادر معلوماتنا تقول ان عدد المفقودين قد يصل الى عشرة الاف شخص حتى الان وفيما يتعلق بعدد القتل والنازحين الاخرين ما زلنا ننتظر الانتهاء من عملية التقييم على ارض الواقع في لبنان نعرب حزب الله عن تضامنه مع الشعب الليبي في المأساة المفجعة التي اصبتها وادت الى وفاة وفقدان عشرات الاف المواطنين وفي بيان دع الحزب الدول القادرة والمؤسسات الانسانية الى مد يد العون والمساعدة الى الشعبين المغربي والليبي بعض الكوارث الطبيعية التي المت بهما سألنا الله الرحمة للضحايا وشفاء للمصابين من الشعبين المغربي والليبي وان يمدهم بالقوة والصبر ويخفف عنهم من ليبيا الى المغرب حيث زار ملكها محمد سادس المركز الاستشفائي الجامعي في مراكش وتفقد الحالة الصحية للمصابين في الزلزال الكبير الذي وقع يوم الجمعة الماضي واودى بحياة اكثر من 2900 شخص وفق اخر احصاء الملك المغربي تبرع بالدم لمصلحة مصابية الزلزال في وقت لا تزال فيه عملية احصاء ضحايا الزلزال والخسائر جارية وصد صورة ضبابية عن الوضع العام ترافيقها اجراءات حكومية للانتهاء من رفع الاضرار والانتلاق في اعادة الاعمار حجم الدمار الهائل في اقريمي الحوز وتارودنت وحد جهود المغاربة في تقديم المعونات كل بحسب طاقته فيما قسمت حكومة عزيز اخ النوش الوضع الى مراحل تبدأ باعمال الاغاثة ورفع الركام ثم المباشرة باعالة الاعمار وتأهيل المناطق المتضررة كان عدة مراحل المرحلة اليوم هي تدبير الازمة نقوم بها بكفاءة ووحد القدرة الكبيرة وزارة الداخلية والمصالح من بعد ما ندوز هذه المرحلة كان المرحلة هي اعادة التعمير وشحال كيف هاش فين سنجيولي ان شاء الله في الايام المقبلة لانه الجناء اخرى من البتقاعدة اللي كتشتغل ولي غادي تخمم فهذا شيء غادي نجيبوه ان شاء الله تصريح اخ النوش هو الاول المسؤول كبير في المغرب بعد الزلزال فيما تواصلت اعمال رفع الانقاض في ظل ظروف صعبة ولا سيمة في المناطق النائية كرى عديدة لا طرق اليها ويجد القليل من مواطنيها منفثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاطلاق نداءات الاستغاثة فعمليات البحث تحت الانقاض تسير بوتيرة بطيئة وحذرة في محاولة للعثور على ناجين وعالقين ويتخوف كثيرون من انهيار المباني المتصدعة وثمت مخاوف ايضا من ان يكون عدد الوفيات اكبر بكثير من الارقام الرسمية مناطق المغرب الباقية تقوم باعمال جمع المساعدات فيما فتحت المصارف حسابات لتقديم التبرعات لاغاثة المتضررين الذين يكابدون من اعنى في زلزال لتعرض له المغرب منذ اكثر من ستة عقود للحصول على الطعام والماء على المستوى الخارجي يشتريط المغرب في الجهات الراغبة بالمساعدة التنصيق والتعاون التام مع السلطات المغربية ويواجه المغرب خسائر محتملة تصل الى ثمانية في المائة من الناتج المحلي الاجمالي من جراء الزلزال تقدر قيمتها بنحو عشرة مليارات دولار وفقا لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الامريكية صندوق النقد الدولي بدوره قال انه يعمل على دعم المغرب واقتصاده بعد المأساة ومن المكرر ان تصديف مراكش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بدءا من التاسع من تشرين الاول اكتوبر الى فلسطين المحتلة حيث تبنت كتيبة الفجر شباب الثأر والتحرير عملية اطلاق النار عند حاجز حوار في نابلوس والتي اصيب فيها مستوطنان احدهما جروحه خطرة الكتيبة قالت في بيان ان العملية تأتي في اطار العمليات الانتقامية لجريمتي القدس والخليل البيان اضاف ان محاولات العدو لتوفير الامن لمستوطنيه في الضفة المحتلة ولسيما في فترة الاعياد ستبؤ بالفشل تحت ضربات المجاهدين وهي رسالة تحدي للمجرم نتنياهو والمستوطنين بان حكومتكم تخدعكم وترمي بكم الى الهلاك ولا خيار لكم سوى الرحيل عن ارضنا تزامنا مع الذكرى الثامنة عشرة الانسحاب الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 انطلقت في القطاع مناورة الركن الشديد اربعة وهي تهدف الى رفع جهازية الفصائل الفلسطينية واستعدادها لمواجهة الاحتلال احمد غانم والتفاصيل من داخل احد مراكز التحكم والسيطرة التابع لغرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية وعصت حضور لافت لقادتها اعطيت اشارة انطلاق المناورة العسكرية الركن الشديد اربعة والتي تهدف الى رفع جهازية الفصائل واستعدادها لأي مواجهة مع الاحتلال مناورة تحاكي في ابرز تكتيكاتها مبدأ ادارة النار والعمليات المختلفة لقوات الفصائل بينما تؤكد قيادة الغرفة المشتركة اهميتها في تجاوز العقبات الميدانية والتركيز على وحدة الهدف والقيادة الركن الشديد الرابعة هي اجراء دوري يتم فيه مراجعة ومتابعة استخلاصات العبار من التدريبات السابقة على مدار العام ايضا هي تتميز مناورات الركن الشديد بانها مناورات قيادة وسيطرة يتم فيها العمل على تجاوز المعضلات الميدانية في التركيز على وحدة الهدف ووحدة القيادة والسيطرة اليوم تجرى المناورات في ذكرى اندحار العدو الصهيوني من قطاع غزة من على ارض المحضرات في رسالة الى العدو والى كل الاحرار في العالم ان المقاومة هي سبيل نيل الحرية والكرام المناورة تضمنت الهجوم على مواقع وقواعد عسكرية اسرائيلية في الضفة الغربية وشهدت اطلاق رشقات صاروخية تكتيكية باتجاه البحر ورميات مركزة لوحدة المدفعية بالهاود كما شهدت الهجوم على قاعدة بحرية للعدو واستخدام الانفاق في البعد العمليتي والاهم محاكاتها عملية اسر جنود اسرائيليين مناورة تحمل دلالات مهمة ولسيما في توقيتها ورسائلها الموجهة المناورة تحمل عدد من الرسائل الهامة خاصة فيما يتعلق بيئة الجهوزية والاستعداد لأي مواجهة وايضا هي رسالة طمأنة للشعب الفلسطيني بقوة المقاومة الفلسطينية وقدرتها على الدفاع عن الشعب الفلسطيني وإيقاف مخططات الاحتلال تنفيذ المناورة في ظل التهديدات الاسرائيلية وتحليق طائرات الاستطلاع في أجواء القطاع تمثل تحديا واضحا من المقاومة للاحتلال مناورة الركن الشديد لا تكتسب أهميتها فيما تجسده من تطور في قدرات المقاومة العسكرية على كافة المستويات فحسب بل أيضا في رسائلها ودلالات توقيتها التي تتزامن مع تصاعد العدوان والتهديدات الاسرائيلية أحمد غانم غزة الميادين القناة الثاني عشرة الاسرائيلية وضعت المناورة في إطار الحرب النفسية ومحاولة لإيجاد نوع من الرتع في مواجهة تجديد إسرائيل لسياسة الاغتيالات رغم أن الحديث يدور عن مناورة سنوية تجريها حماس هذه المرة جرت في خان يونس شهدنا خلالها تدريبا على خطف جنود وهي أمور نعرفها من عالم الحرب النفسية هذه الصور فيها قول واضح من حماس نحن خلفكم وقطاع غزة خلفكم والأمر الثالث هو التهديد بتجديد الاغتيالات من قبل إسرائيل لعناصر حماس وهذه الصور هي محاولة لإيجاد نوع من الردع والقول لإسرائيل فكروا جيدا إذا كنتم تريدون تجديد سياسة الاغتيالات أكد القائد العام لكتاب القسام محمد الضيف أن اندحار الاحتلال من غزة يؤسس لاندحاره من الضفة ويبشر بتحريد إياف وحيفا والقدس وبقية الوطن وشدد الضيف على أن المقاومة كانت وستبقى الخيار والسبيل الوحيد إلى الانتصار والتحرير أقول لكم أيها المحتلون الغاصبون يا من تزعمون بهيكل سليمان ونجمة داود فنحن أحق بسليمان وداود منكم لأنهما أنبياء الله سبحانه وتعالى وسنقول لكم كما قال سليمان بن داود عليهم السلام ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون يا من قلتم في خامسكم لخلعزة أي إذهب للجحين فاليوم تخرجون من غزة لأنها جحين وغدا سنجعل لكم كل فلسطين جحين وأقول للفصائل المقاومة التي شاركتنا في هذا الجهاد بارك الله فيكم وبارك لكم ويجب أن نكون مشتركين متحدين متعاضدين فيما بيننا حتى نستطيع أن نكبل هذا المشوار ونستطيع أن نحرر باقي هذه الديار ونذكركم بالقول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدر قال منصق العمليات في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري إن نشر مسؤولين في كيان الاحتلال تصريحات عن سعيهم لاغتيال القادة الكبار في إيران ليس بالأمر المستبعد مشددا على أنه لا يمكنهم ارتكاب أي حمق العدو بطبيعته يواصل عدائه وعدونا الصهيوني اليوم يتجه نحو الزوال هو من الطبيعي أن ينازع في هذا المستنقع ونشره مثل هذه التصريحات ليس بالأمر المستبعد الكيان الصهيوني يقول ويكرر الكلام لكن هذا العدو لا يمكنه أن يرتكب أي حماقة فليعلم أننا صمدون كالجبال ولسنا غصة تعصف به مثل هذه الرياح ولا تخيفنا مثل هذه التصريحات المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في طعون ضد مسعى ائتلاف رئيس الوزراء بن يمين تنياهو للحد من صلاحياتها وذلك للمرة الأولى في تاريخ كيان الاحتلال جميع قضاة المحكمة العليا الخمسة عشر يجتمع للمرة الأولى في تاريخ كيان الاحتلال استثنائيا للنظر في طعون ضد تعديل النظام القضائي الذي أقره مؤخرا على القانون الائتلاف الحكومي بزعامة بن يمين نتنياهو وهو جزء من حزمة تعديلات قضائية تثير احتجاجات مستمرة منذ شهور آخرها تحرك مليوني أمام المحكمة العليا يرفع الصوت داعما لها عشية الجلسة التاريخية وأخطرها رفض الألاف من جنود الاحتياط الذهاب إلى الخدمة هذا التعديل الذي كانت الحكومة قد أقرته على قانون أساسي نهاية تموز يوليو الماضي يلغي قدرة المحكمة العليا على اتخاذ إجراءات ضد القرارات غير المعقولة من قبل الحكومة أو المزراء أو الأفراد كجزء من مشروع تشريعي شامل لإضعاف القضاء بحسب ما تقول المعارضة التي تعتقد أن التعديل يطيح التوازنات والضوابط الديمقراطية ويشجع على استغلال السلطة كما أنه بوصف زعيم المعارضة يئير لبيد مشوه ويتسم بالبلطجة ولا يستحق خوض نزاع قومي أما الحكومة فترى أن المحكمة العليا لا تملك أي سلطة حتى لمراجعة التعديل على قانون أساسي شبه دستوري وضمن هذا يخروج من تولى صوغ التعديلات القضائية وزير العدل يريف ليفين ليصف جلسة المحكمة العليا بأنها ضربة قاضية للديمقراطية ومكانة الكنيسة من قبل قضاة وصفهم بأنهم لا يمثلون أحدا وغير منتخبين ويعتقد على نطاق واسع أن حكم المحكمة العليا قد يصدر في أواخر كانون الثاني يناير المقبل مما يفسح في المجال للتوصل إلى اتفاق فيما القرار من شأنه أن يزيد الأوضاع توترا على الساحة السياسية الإسرائيلية وفق ما حذر منه وزير الأمن القومي إتمار بن جفير المحكمة العليا إذ اعتبر أن إلغاء قانون المعقلية سيكون بمثابة محاولة انقلاب متمنيا أن لا ترتكب المحكمة العليا هذا الخطأ بالتوازي مع تنبيه وزير المالية بتسلي إيل سموتريتش هيئة المحكمة من أن إلغاء التشريع سيكون بمنزلة تجاوز لحدودها أصدر قادي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس مذكرات جلب دورية بحق 12 شخصا نطيقة رسمية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمساعدة الأولى لوكيل الجمهورية لديه حنان قداتس أشارت من جهتها إلى أن من بين الأشخاص الذين أشملتهم مذكرات الجلب مسؤولين سابقين رفعي المستوى كرئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ومديرة الديوان الرئاسي سابقا نادي عكاشة والوزير السابق والقيادي في حركة النهضة لطفي زيتون ونجل رئيس الحركة معاذ الغنوشي للحديث أكثر حول تفاصيل هذه الخطوة ينضم إلينا من تونس مراسل الميادين من عماد الشهر محمد بك عماد على هذه الخطوة نسأل بداية هل كانت مفاجئة هل كانت مرتقبة وما الذي تعنيه بدلالاتها شكرا بالنسبة للقضية التآمر على أمن الدولة ثم تشحر كبير في المعلومات ويعني الجهات القضائية التي تتولى البحث خيرت يعني الانكباب على الملفات دون إعطاء معطيات إلى الرأي العام وطالبت بعدم التداول الإعلامي في هذه القضية نظرا لكون العديد من هيئات الدفاع بالنسبة للمتأمين في هذه القضية كررت ميرانا وتكرارا بأن الملفات فارغة كانت الجهة الوحيدة التي تتكلم إلى الإعلام واليوم بدنا نلمس تقريبا بأن هناك عمل هناك توسيع للأبحاث الأسماء المذكورة في بطاقات الجلب تؤكد أن الأبحاث تعود إلى أحداث وقعت منذ أكثر من سنة ونصف تقريبا لأن يوسف الشاهد ترك رئاسة الحكومة منذ بداية المصار 25 جوليا أيضا مديرة الديوانة الرئاسي غادرت مهامها منذ أكثر من سنة نفس الشيء بالنسبة للطفي زيطون الذي غادر المسؤولية صلب الحكومة بالنسبة للأسماء التي وجهت إليها هناك تقاطعات يعني أسماء كانت في موقع القرار أخرى كانت قيادية في حركة النهضة وهناك أدوار وظيفية لشخصيات مقربة من هذه المجموعة وتلك من بينها حتى أسماء لشخصيات أمنية يبدو بحسب المعطيات التي رشحت أن الأبحاث تحوم حول معطيات سابقة ربما تسريبات صوتية لفترة لاحقة وما تضمنت من معطيات هناك توسيع للأبحاث الأسماء التي وجه إليها القضاء الدعوة ليست كلها مدانة ربما تحوم حولها شبهة الابتهام حاليا ربما قاضي التحقيق يريد الاستماع إليها قبل أن يوجه إليها الابتهام من عدمه يبقى المتهم بريء حتى يقول القضاء كلمته أيضا هؤلاء كلهم متحصنون بالفرار إلى الخارج هناك أسماء أخرى معنية بالأبحاث وهي داخل البلاد وقد توجه إليها الدعوة إن كانت لم تكن محل إيقاف قد توجه إليها الدعوة اللاحقة بالتالي هناك أبحاث موسعة لا يمكن أن نخوذ أو نتداول في المعطيات هناك شخصيات شغلت الصف الأول في مواقع القرار في البلاد هناك شخصيات قيادية نتحدث هنا عن نجل رئيس حركة النهضة معاذ الغنوشي الذي قال رجل الأعمال المعني في بطاقة الجلب الدعداع عادر الدعداع بأنه كان معني بالتمويل الخارجي وبإدارة ربما بعض الصفحات في الداخل ثم تتقطعات كثيرة تؤكد أن الأبحاث في قطب مكفحة الإرهاب تتقدم تتوسع تشمل قائمة موسعة وربما ستطال الأبحاث أسماك كانت تظن أنها يعني في متحصنة بعيدة عن القضاء السؤال المطروح محمد اليوم مدى تفاعل الأطراف الأجنبية مع بطاقات الجلب هذا ما ورد الناس العنوه اليوم الانتربول كيف سيتعاطم هذا الموضوع نعم بالنسبة لهذه الأطراف مواقفها يعني معروفة في الخارج هي تسيء للمسار السياسي في البلاد تعتبر بأن القضاء مسيس وستتمسك بهذه المؤيدات والقراءة لرفض تطبيق بطاقة الجلب يجب على القضاء أن يرفق هذه البطاقة بمؤيدات قوية ويؤكد الضمانات لمحاكمات عادلة بالنسبة لهؤلاء حتى ربما يطمن إمكانية جلبهم والاستماع إليهم واستنتاقهم في التهم المواجهة إليهم شكرا لك كانت اشتار مرسلنا من تونس أفادت وكالة شيخوة الصينية بأن رئيس هيئة مكافحة الفساد الصينية لتشي سيحضر قمة مجموعة السبع والسبعين في هافانا ووفق الوكالة فأن المسؤول الصيني وهو عضو في لجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي سيجري زيارات رسمية أيضا للبرازيل ومصر خلال الشهر الحالي إذن التحضيرات جارية على قدم وساق هنا في هافانا لاستضافة قمة السبع وسبعين زايدا الصين التفاصيل في تقريز زميلنا عروة محمود هادئة تبدو العاصمة الكوبية هافانا برغم الانشغال الرسمي الكبير باستضافة قمة مجموعة السبع والسبعين والصين على بعد ثلاثة أيام تكتمل الاستعدادات والتحضيرات للقمة التي تعقد كوبا عليها آمالا كبيرة نحن الآن في مركز الصحافة الذي يجري تجهيزه لتغطية أعمال القمة وهو مزاود بالتجهيزات كافة لاستقبال إعلاميين من عشرات المحطات والقنوات العالمية لتغطية أعمال القمة ويقدم تسهيلات للبث المباشر والفضائي إضافة إلى قاعة للمؤتمرات الصحفية للوفود المشاركة أكثر من مشاركة لافتة ستشهد القمة بدءا بالرؤساء الفلسطيني والبرازيلي والكولومبي والفنزولي وغيرهم فعينها فانا على أن تكون القمة منصة انطلاق لتحقيق أبرز أهداف المجموعة وهي الدفاع عن سيادة الدول النامية واستقلالها ومكافحة الفقر فيها هي المرة الأولى التي تستضيفها فانا قمة بهذا الحجم وستكون هناك مشاركة واسعة وعالية المستوى لوفود من 134 بلدا وسيبدأ الرؤساء والوفود بالوصول من جميع القارات وسيناقشون في هذان التحديات التي تواجه الشعوب النامية وكما قال الرئيس ديازكانال ستشكل القمة فرصة لتعزيز الوحدة بين دول المجموعة ولمناقشة التحديات الحالية لتنمية ودور العلم والتكنولوجيا والابتكار والذي هو شعار قمة هذانا لهذا العام في ظروف استثنائية تنعقد قمة هذانا ولسيما أنها تأتي بعد قمتي البريكس ومجموعة العشرين وقبل انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة صحيح أن مجموعة السبع والسبعين ولدت قبل ستة عقود إلا أن قمة هذانا تحظى بأهمية تاريخية مع تزايد التكتلات السياسية والاقتصادية وسعيها لفرض حضورها على معالم تشكل العالم الجديد عروى محمود هذانا الميادين في ظل ظروف دولية خاصة وتضافر جهود ومسارات العمل المشترك الثنائي لمتعدد الأطراف لتجاوز الهيمنة الغربية والمؤسسات والمنتديات المرتوطة بها تعقد قمة هذانا لرؤساء دول وحكومات مجموعة السبع وسبعين زائدا الصين في العاصمة الكوبية تحت عنوان تحديات التنمية الحالية دور العلم والتكنولوجيا والابتكار فما هي هذه المجموعة يعزل بعض جذور وأسباب قيامها كمجموعة وتكتل دولي إلى أنها المكمل الاقتصادي لتكتل دول حركة عدم الانحياز حيث تأسست في ظل ظروف الجيوسياسية والاقتصادية التي سادت خلال فترة ما بعد الحرب الباردة وبوصفها الطريق الوسط بين النظامين الاجتماعيين والاقتصاديين القائمين آنذاك الليبرالي الرئيسمالي واقتصاد السوق الحر والاشتراكي واقتصاد السوق الموجه ويعتقد كثر وفي مقدمتهم رئيس الدولة المضيفة ميجيل دياس كانال أن مجموعة السبعة والسبعين زائد نصطين مع تكتل بريكس تتحملان مسؤولية الدعوة إلى تغيير النظام الدولي الحالي مجموعة السبعة والسبعين تعد أكبر مجموعة حكومية دولية من البلدان النامية في الأمم المتحدة هدفت إلى ترقية المصالح الاقتصادية لأعضائها بشكل جماعي إضافة إلى خلق قدرة تفاوضية مشتركة ضمن نطاق المنظمة الأممية وبدأت في الخامس عشر من حزيران يونيو عام الف وتسعمائة واربعة وستين بمبادرة من سبع وسبعين دولة وقعت على الأعلان المشترك والذي صدر في الجلسة الختمية من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جناب ورغم أن عضوية مجموعة السبع والسبعين تضاعفت ووصلت إلى مائة وأربع وثلاثين دولة اليوم فقد حافظت على تسميتها الأصلية نظرا لدلالتها التاريخية وهي تمثل ثلثي أعضاء الأمم المتحدة وثمانين في المائة من سكان العالم عقد الاجتماع الوزاري الأول للمجموعة في الجزائر عام الف وتسعمائة وسبعة وستين ومثل نقلة نوعية في بنيتها إذ جرى تبني ميثاق الجزائر والذي أصبح هيكل المجموعة المؤسسي كما مهد الطريق لبنية مؤسساتية دائمة نمت بشكل مستمر وتطورت بنية المجموعة تدريجيا حيث أدى هذا التطور إلى إنشاء مواثيق روما وبيينا وباريس ونيروبي وواشنطن كما تحظى المجموعة بممثلين عنها في عدة مؤسسات ومسارات دولية حضيت مجموعة السبع والسبعين منذ تأسيسها بدعم الصين حيث حضرت بكين اجتماعات المجموعة بصفة ضيف خاص في البداية حتى بدء التنصيق بين الطرفين عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين وفي عام الف وتسعمائة وستة وتسعين تبنت الدورة الوزارية العشرين للمنظمة اسمها الحالي ومن ثم صدر البيان الأول باسم مجموعة السبع والسبعين زائد الصين ليجري اعتماد الاسم منذ ذلك الحين في النشرة بعض الفاصل بوريل يؤكد ان بعثات الاتحاد الأوروبي في الساحل فشلت في تعزيز الديمقراطية من جديد اهلنا بكم اكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جزفوريل ان الأوروبيين فشلوا في تعزيز الديمقراطية في منطقة الساحل الافريقي واشار الى ان الاتحاد انفق خلال السنوات العشر الماضية ستمائة مليون يورو على البعثات المدنية والعسكرية في منطقة الساحل وقام بتدريب نحو ثلاثين الف عنصر من قوات الامن في مال والنيجر هذا واشدد على ضرورة عدم التخلي عن منطقة الساحل لافتا لان الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من العمل بشكل صحيح الا بعد استعادة الامن في هذه المنطقة من العالم وصل رئيس كوريا الشمالية كيم يونغون الى الاراضي الروسية بعدما عبر جسر السكك الحديد فوق نهر رازدولنا في اقليم بريمورسك الروسي عبر القطار المدرع وتوجه شمالا وكانت وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية قالت ان يونغون غادر بيونغ يونغ لزيارة روسيا على متن القطار الخاص واشارت لان المسؤولين رفيعين مستوى من الحزب والحكومة والجيش برفقة الرئيس وفي اطار اللقاء المرتقب بين بوتين ونظيره الكورية الشمال اعلن الكراملين ان موسكو وبيونغ يونغ غيروا مهتمتين بالتحذيرات الامريكية بشأن الاسلحة المتحدث الرسمي باسم الكراملين ديمتري بيسكوف رد على دعوة واشنطن كوريا الشمالية الى عدم تزويد موسكو بالاسلحة قائلا ان مصلحة العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية هي المهمة لا تحذيرات واشنطن واضح انه ستجرى محادثات بين الوفدين الروسي والكوري الشمالي يرأسها زعيم البلدين اضافة الى اللقاء الشخصي بينهما وزارة الخارجية الكورية الجنوبية حثت روسيا وكوريا الشمالية على مراعاة الحظر المفروض على تجارة الاسلحة والتعاون العسكري المتحدث باسم الوزارة اشار الى ان السيول والدول المعنية بما في ذلك الولايات المتحدة ترقب من كثب الحركة المتعلقة بزيارة الزعيم الكوري الشمالي لروسيا لا يجوز لاي دولة عضوة في الامم المتحدة ان تنتهك قرار مجلس الامن بشأن العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بما في ذلك تجارة الاسلحة غير المشروعة وعلى وجه الخصوص ينبغي عدم اقامة تعاون عسكري مع كوريا الشمالية لان ذلك يقوض السلام والاستقرار في المجتمع الدولي نقلت وكالة رويترز عن اربعة مسؤولين امريكيين تأكيدهم ان ادارة الرئيس جو بايدن تقترب من الموافقة على امداد اوكرانيا بشحنة صواريخ بعيدة المدى مسلحة بقنابل عنقودية ونقلت الوكالة عن المسؤولين ان واشنطن تدرس امداد كييف بانظمة الصواريخ التكتكية العسكرية اتاكمز التي يمكنها التحليق الى ما يصل الى 306 كيلو مترات بنظام الصواريخ المواجهة المتعددة الاطلاق التي يصل مدىها الى نحو 70 كيلو مترا والمحملة بقنابل عنقودية او بكليهما وفق الوكالة قررت الحكومة البولندية تمديد الحظر المفروض على واردات الحبوب الاوكرانية بشكل وحدي في حال انقضت مدة قيود الاتحاد الاوروبي في الخامس عشر من ايلول سبتمبر الحالي وفي بيان كدت الحكومة انها لن تفتح الحدود للحبوب الاوكرانية بغض النظر عن قرار المفاوضية الاوروبية مشيرة الى ان الحظر سيبقى مفروضا الى ان يتم تنظيم العلاقات الزراعية بين بولند واوكرانيا انتقد منذ بروسيا لدى الامم المتحدة تزويد واشنطن لكيا في اسلحة مؤذية للمدنيين مشيرا الى انه لا تغير في المعادلة العسكرية على الارض مثل الصواريخ البعيدة المدى التي تحمل ذخائر عنقودية هذا واستند في حديثه الى تقارير امريكية بان هذه الذخائر تبقى تهدد ارواح المدنيين لعقود طويلة كما حصل في ساحات قتال كثيرة تقرير هيومن رايتس ووتش الاخير عن ضحايا القنابل العنقودية في العراق ولبنان وسوريا وميانمار واوكرانيا اشار الى ان 71% كانوا من الاطفال نتيجة القصف الاعمى وهذه القضائف لا تغير في اوكرانيا شيئا ولا معنى لها ووفقا لاخر التقارير الامريكية فان ادارة بايدن تنوي تزويد نظام كيف صواريخ بعيدة المدى تحمل ذخائر عنقودية وكانت لجنة تحقيق امريكية قد ذكرت ان نحو ثلث الذخائر العنقودية لا ينفجر مباشرة وانها تمكث في الارض عقودا مهددة ارواح المدنيين وهذا الذخائر لا تمنح الاوكرانيين تفوقا في ساحة القتال اكد الرئيس الروسي فادمبر بوتين ان الاقتصاد العالمي يشهد تغيرا جذريا لان دول الغرب تخرب بأيديها المنظومات الانتجية والمالية والزراعية بوتين كشف في كلمة له في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن ان حجم التجارة بين الروسيا ومنطقة ياسيا والمحيط الهادئ ارتفع اكثر من ثلاثين في المئة خلال عامين واشهد بالعلاقات مع الصين واشهد الى تأسيس نموذج جديد غير قائم على المليار الذهبي في العالم هو نموذج التعددية القطبية الاقتصاد العالمي يشهد تغيرا لان الدول الغربية تخرب بأيديها المنظومات الاقتصادية والمالية والزراعية حجم التجارة بين روسيا ومنطقة اسيا والمحيط الهادئ ارتفع بنسبة 13.7% على مدى العام الماضي وبنسبة 18.3% خلال النصف الاول من العام الحالي وافريقيا تعتبر اولوية استراتيجية بالنسبة الى روسيا طلب زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الامريكي كيفين مكارثي البدأ بتحقيقات في وجود اسباب موجبة لعزل الرئيس جو بايدن وتهم مكارثي الرئيس الديمقراطي بالكذب على الشعب الامريكي بشأن اعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج مشيران الى ان الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا ادعاءات خطيرة وذات صدقية بشأن سلوك بايدن متهما اياه بتغذية ثقافة الفساد مساع دورية لخلق نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب لتخلص من الهيمنة الامريكية فيما تنشط العلاقات الاقتصادية بين دول الجنوب العالمي وتشهد تصعضا مستمرا فاي ملامح يحملها النظام العالمي الجديد فرح عمر نحو عالم جديد متعدد الاقطاب هو هدف مساع دولية لشق اول معالم طريق العالم الجديد عالم يختلف شكلا ومضمونا عن النظام الدولي القائم ويطوي صفحة النظام الأحادي الذي فرضته الهيمنة الامريكية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي هذه المساعي تشمل ما تقوم به روسيا وتروجه بالتعاون مع شركائها ولسيما دول الجنوب العالمي التي تشهد صعودا اقتصاديا مستمرا العالم بات نموذجا للتعددية القطبية مع التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي اعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن مواجها الاتهامات الى الدول الغربية بتخريب المنظومات الاقتصادية والمالية والزراعية في العالم اعلان بوتين جاء بالتزامن مع زيارتين رئيسيتين لروسيا الاولى زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون وسط تحذيرات امريكية والاخرى زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وتأكيد بوتين ان العلاقات الروسية الصينية وصلت الى مستوى تاريخي زيارات تحمل كثيرا من الرسائل الى واشنطن وحلفائها وتبرز معالم النظام المتعدد الاقتاب الذي بات واقعا يترسخ مع عدم تسليم هذه الدول بما تريده الولايات المتحدة وتأمر به ولعل زيارة الرئيس البنزولي نيكولاس مادورو للصين واعلانه رغبة بلاده في الاندمام الى مجموعة بريكس لتسريع ولادة عالم جديد خير دليل على ذلك الجنوب العالمي بذ قبا اساسيا في النظام العالمي الجديد القائم على نموذج اقتصادي عادل يدعو فيه الى توطين الثروات لمصلحة الشعوب في العالم لا لمصلحة الشركات القبرى الخاصة او دول دون سواها بعد ان ذاق هذا العالم ما يكفي من الهيمنة الامريكية على الدول وثرواتها اكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان حكومة بلاده ستقرر كيف ستنفق 6 مليارات دولار التي سيفرج عنها في عملية تبادل السجناء مع الولايات المتحدة وفي مقابلة مع شبكة NBC News الامريكية اضف رئيسي ان انفاق تلك الاموال سيكون فيما يحتاج اليه الشعب الايراني الذي هو من يمتلكها وحكومته يمكننا القول ان صفقة تبادل السجناء ستكتمل في الوقت المناسب فقد جرت الترتيبات لذلك والخطوة الاخيرة للتبادل ستحدث في الوقت المناسب هل هم بصحة جيدة؟ نعم هم كذلك وبحسب اخر المعلومات لدينا هم بصحة جيدة المتحدث الاقتصادي للحكومة الايرانية احسان خندوزي اعلن انتهاء عملية الافراج عن الاموال الايرانية المحتجزة في دول مختلفة تحديدا كوريا الجنوبية والعراق وقال في مؤتمر صحفي ان وزارة الخارجية والبنك المركزي سيقدمان في مطلع تشرين الاول اكتوبر المقبل معلومات مفصلة عن مستوى تنفيذ الاتفاقية افرج مؤخرا عن الاموال الايرانية المجمدة والموجودة في عدة دول وبالتحديد في كوريا الجنوبية والعراق وعن جزء صغير في تركيا وتجري حاليا عملية نقل الاموال عبر الدول الوسيطة نأمل ان تعلن وزارة الخارجية الايرانية والبنك المركزي الايراني في الاسبوع الاخير من شهر ايلول سبتمبر تفاصيل تنفيذ هذا الاتفاق الاتفاق الذي عقدته الولايات المتحدة مع ايران بشأن تبادل المعتقلين والافراج عن ستة مليارات دولار من الاموال الايرانية المجمدة اثار معارضة شديدة لدى اعضاء الكونغرس الامريكي لسيما في اوساط الحزب الجمهوري فيما اكد الرئيس جو بايدن انه لن يتردد في القيام بما هو ضروري للدفاع عن الشعب الامريكي تقرير محمد كريم خطوة واحدة تقرب خمسة امريكيين محتجزين في ايران من العودة الى الولايات المتحدة بعدما وافق البيت الابيض على عملية مبادلة خمسة ايرانيين محتجزين في امريكا بهم والغاء تجميد ستة مليارات دولار من الاموال الايرانية سأقول انها عملية مستمرة نحن نواصل العمل من اجل الافراج الكامل عن الامريكيين المحتجزين في ايران الذين انتقلوا الان الى الاقامة الجبرية الصفقة التي جرى اختاروا الكونغرس بتفاصيلها انتقدها الجمهوريون بشدة اذ وصفها عضواء مجلس الشيوخ كاتي بريت وتوم كوتن بالمغجلة وان اختيار ادارة بايدن ذكرى هجمات الحادي عشر من ايلول سبتمبر موعدا لابلاغ الكونغرس يزيد الامر سوءا نحن نرسل مزيدا من الاموال الى ايران تذكروا ان هذه الدولة التي اجرت عمليات بحرية اخيرا في الخليج مع روسيا سلوكها وموقفها لم يتغيرا يجب ان يتوقف هذا الامر هذه الادارة مجنونة الرئيس بايدن وبالرغم من انه لم يتطرق الى مسألة تبادل الاسرى خلال كلمته في ذكرى هجمات الحادي عشر من ايلول سبتمبر التي القاها في الاسكا فقد اكد عدم تردده في القيام بما هو ضروري للدفاع عن الشعب الامريكي وببوجب الاتفاق لا يسمح لايران باستخدام الاموال غير المجمدة الا لشراء المواد الغذائية او الادوية او غيرها من المواد الانسانية لا يبدو ان هذه الخطوة ستؤدي الى تحقيق انفراج في العلاقات الامريكية الايرانية لا سيما مع التحركات العسكرية في الخليج والمنطقة وتصاعد المساعي لفرض مزيد من العقوبات من الكونغرس وخصوصا في مجلس النواب ولكنها رغم ذلك تبقى خطوة ايجابية في مسار العلاقات بين البلدين محمد كريم واشنطن الميادين قبل ايام من انتهاء مهلة الاتفاق الامني بين طهران وبغداد بشأن انهاء وجود الجماعات الكردية الانفصالية على الحدود الايرانية اجرى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني محادثات في طهران مع المسؤولين الايرانيين الكبر فاي ابعاد لهذه الزيارة وما هي رسائلها تقرير مالك عابدة تصر ايران على موقفها من تنفيذ اربيل للاتفاق الامني مع بغداد فرغم التطمينات التي حملها رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني للمسؤولين الايرانيين وتعهده بعدم السماح باستخدام اراضي العراق لتهديد ايران الا ان ما رشح عن لقائه مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان لا يؤشر ابدا على وجود اي تغييرات في المهلة المحددة لتنفيذ الاتفاق الامني تحولت حدودنا مع قليم كردستان الى مركز لاجهزة الاستخبارات الامريكية والاسرائيلية وباتت الاوضاع هناك مصدر تهديد للامن الوطني الايراني لذا لقد استنفدت ايران صبرها الاستراتيجي تكتسب زيارة طالباني والوفد السياسي والامني المرافق له اهمية خاصة فهي تعبر عن حجم التنسيق بين الطرفين وتؤكد مواصلة الجهود لتفكيك التجمعات الارهابية وابعادها عن حدود ايران الاطراف العراقية ترغب بتطبيق الاتفاق الامني مع ايران الا ان هناك ايادية خفية وعوامل خارجية لا تسمح بتنفيذ الاتفاق بل تسعى لابقاء هذه الجماعات الارهابية المسلحة على حدود ايران تثمن ايران اجراءات الحكومة العراقية الاخيرة والتزامها بتنفيذ مخرجات الاتفاق الامنية الا ان الجانب الاكثر اهمية بالنسبة اليها هو قدرة اربيل على التحرر من الضغوط الخارجية لحل هذه الازمة تتفاد ايران حدوث اي نزاع مع جيرانها الا ان تنامية تهديد القادم من الحدود مع كردستان العراق خلال السنوات الاخيرة لم يترك لطهران طريقا اخر سوى ان تضع جميع الخيارات على الطاولة مالك عابدة طهران المياد في طرطوس بسوريا يقولون كل الطرق تؤدي الى الكورنيش البحري لا الى روم كأي مدينة ساحلية يعد شاطئها الوجهة السياحية الاولى فيها فهو اهم متنفس وملتقى السكان والزوار نافذة على طرطوس معيارة حسن موسيقى موسيقى ترطوس اليوم مدينة معاصرة هادئة تمتاز عن باقي المحافظات السورية بايقاع خاص فردته مساحتها الصغيرة نسبيا اضافة الى مناخها المعتدل وبالطبع لا ننسى اطلالتها على البحر الابيض المتوسط موسيقى وكأي مدينة ساحلية يعتبر الكورنيش البحري المعلمة الاشهر فيها ومقصد سكان المدينة والسياح كيف لا وهو يمثل عنوانا للقاء الاصدقاء ومتنفسا للعائلات وفسحة للاطفال ومقصدا للباحثين عند الراحة والاستجمع بتبليش بالعالم هلا مستبع 2 ايتيز المبيوتة موسيقى يتميز كورنيش طرطوس الذي خضع للتحسين في بداية الالفية بالمزج بين الهندسة المعاصرة والطبيعة حتى بات يعد من اجمل الاماكن السياحية في الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط موسيقى يمتلئ الكورنيش بالمقاهي الفاخرة والشعبية لكن الاخيرة هي الاكثر شبها والتصاق بالمكان في جولة في المدينة ليلا تشعر انها نائمة او مهجورة ولكنك لا تلبث ان تغير رأيك عند توجهك الى الكورنيش فهنا ترى اهل المدينة وزوارها يتبادلون الاحاديث اثناء احتساء مشروبهم الشعبي المفضل المتة ويمارسون لعب الورق او رمي النرت يتنعمون بمساء رطب هادئ محمل بحكايات النهار والهموم المشتركة ياري حسن طرطوس الميادين للمزيد من الاخبار والتقاريخ في ختام هذه النشرة تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والانجليزية والاسبانية الى اللقاء اشتركوا في القناة